ناشد أهالي منطقة حي تونس في بغداد رئيسي الوزراء والنواب بإيقاف إجراءات إزالة منازلهم بحجة التجاوز على أراضي مملكة للدولة وإحالتها على الاستثمار فيما أكد الأهالي بأنهم استحصلوا على موافقات أصولية باستملاك هذه الأراضي في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور المالك الزميل يوسف أنور زار المتقى وأعد تقرير التالي تضارب القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية زادت من معاناة أهالي منطقة حي تونس في جانب الرصافة من بغداد بعد محاولات إخلاء المنطقة من ساكنها بحجة التجاوز في حين يؤكد الأهالي بأنهم حصلوا على موافقة أصولية من قبل أمانة بغداد باستملاك هذه الأراضي وفق ما يمتلكونه من وثائق رسمية نحن حي تونس منطقة التجاوز نحن ممتجاوزين بس يسموننا تجاوز نحن ممتجاوزين على الغير متجاوزين على أرضنا هي أرض العراق ونحن عراقيين لكن حتى أوجز المشكلة مالتنا نحن ناس بوسطاء فقراء أخذنا كل القوانين بتمليك هذه الأرض بالمستندات والقوانين من السيد نور المالكي والسيد نعيم عبعوب الأول كان رئيس الوزراء والثاني كان أمين بغداد بالقوانين والأوامر الإدارية وكذلك حصلنا على موافقة السيد قائم مقام الأعظمية بتمليك هذه الأراضي لماذا نفاجئ بالساعة الثانية عشر ليلا وإحنا كلنا عوائل فقيرة دار أيتام وأرامل وفقراء هم من الفقير غير الأرمال المعتها زوج والمطلقة والناس الفقراء المعتهم معين قوي عينهم المنطقة والتي تحتوي على أكثر من مئة منزل غالبية سكانها من أبناء القوات الأمنية وعوائل شهداء الحجد الشعبي ليكون مصير هذه العوائل مجهولا ما لم تتخذ الحكومة قرارا بإيقاف إخلائهم من قبل بعض الجهات المتنفذة نحن هنا فوق 500 عائلة موجودة هنا في هذه المنطقة تسكنها وتفتقر للمدارس وتفتقر حتى للقوت يومها وتفتقر الكش نحن لدينا أوراق دستورية وقانونية من حق الدولة أن يطبق هذا القانون على الجميع وجميع العراقيين متساوين بالحقوق أين حقوقنا لعد؟ نحن لدينا أوامر من سيد نور المالكي أمر ديوان رئاسي وسيد محمد الحلبوسي في قرار 2019 و2020 وعادل عبد المهدي لأشعار آخر أي بيوت تجاوز ممنوع تفليشي لحين وجود البدائل وناس بالجيش هموت وبالحج الشعبي دي قاتلون على الأرض والعرض وأكون مستثمر دي طلعة من أرضي يطلع عوائلي يعني أكشو هداك وأرامل أكو أيتام الله أكبر عليهم والناشد السيد محمد الحلبوسي والناشد السيد الكاظمي والناشد السيد المقدد الصدر الله يا حفظه ويريد يوقف لنا وقفة مال أخوية مال الولدة وهذا اللي عندي آني مستحيل نشيل لو هنا نموت هنا كل إثنين نجمع كل إثنين الخمسمائة عائلة كل هنا ونجيب نفط وبانزين ونجيب على نفسنا هنا هنا نجمعهم كلهم كل واحد يجيب لهم بانزين نفطي يحقق نفسه من يطلع نحن هنا نروح ومن الجدير ذكره أن الحكومة السابقة أوقفت جميع إجراءات إزالة التجاوزات على الأراضي والمنتلكات الحكومية لحين توفير البدائل المناسبة ففي الوقت الذي يعاني فيه أغلب المواطنين من أزمة في إيجاد السكن وتوفير فرص عمل ملائمة يتم ترهيب أهالي هذه المنطقة والتلميح باستمرار بإزالة منازلهم بالقوة من بغداد يوسف أنور قناة صلاح الدين